اشتركوا في القناة هل يجوز ذلك ولو جاءت آية فيها سجود ينفع أسجد وأنا مش متوضي السؤال الأولاني اللي هو السؤال إن أنا بردد حتى لو مش متوضي لم يشترت العلماء في تلاوة القرآن إن الإنسان يكون متوضي لكن الكلام ده اشترت في مسألة مس المصحف أو حمله لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون فيجوز الإنسان أن يتلو القرآن وهو على غير وضوء اللي ممنوع أنه يتلو القرآن وهو على جنابه لكن إذا لم يكن متوضئا فيجوز له أن يتلو القرآن وليس هناك شيء إنه يتلو ويقرأ مع القارئ فده جائز لأن الذكر يجوز له أن تسمع وأن تتلوه مع التلاوة ولكن هو السؤال بقى إنه هو ممكن يتأتى هو الأفضل إن أنا أستمع أكتر ولا أتلو مع حسب حالك إذا كنت أنت قادر بيكون ده وتسبب من أسباب اللي استحضر عندك أحسن يجوز ده وإن كان طبعا في غير هذا إذا ما كانت فيه استحضار يبقى الإنساطع يكون أولى في حالة حضرتك السؤال بعد كده ولو جات آية فيها سجدة ينفع أسجد وأنا مش متوضي لأولى أن أنت ما تسجدش وإنت مش متوضي لأن الراجح وإن لم يجعله هذه السجدة كأنها صلاة ولكن جعلوا أن هذا من الأدب أن تكون متوضئا وأن تسجد سجدة مراعاة لأصلها الذي هو في الصلاة السلام عليكم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخنا عرفت مؤخرا أن علب التونة بتسبب جروح لقطة الشارع لأنهم بيشموا الريحة وبدخلوا رأسهم فيها فينجرحوا وكانت النصيحة مع المعلومات النقصة للعلبة قبل مربيها عشان القطط ما تدخلش رأسها وتتعور سؤالي لو استتقلت أني أخسل العلب ورميتها زي ما هي فعل أشيل زنب القطط اللي ممكن تتعور مش بالضرورة أن القطط تتعور ولا أن دوات يحصل ده لكن أنت لو حصل في قلبك أن أنت بتعملي الكلام ده تثابي على ده تثابي أن أنت تساوي الأمر ده وفيه أمر أسهل أن أنت تحطي ده في الأكياس في أكياس بلاستيك وتربطيها فإن شاء الله يكون أبعد من أني حد إذا استتقلت أن أنت تخسلي ده الشرع الشريف ما طلبش منك أن أنت تعملي الكلام ده غزبا عنك لكن وضعيها في كياس واغلقيها وربطيها وإن شاء الله ده يكون خير وبركة ونور وفضل وإن شاء الله ربنا يجزل لك السواب أن أنت بتراعي الرفق بالحيوان يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن هذا الحديث الجليل اللي احنا سميناه حديث العيش المشترك وإزاي هذا الحديث يجعل العيش مشترك لينا يا رب اجعلنا على الدوام ننيد في أيدي إخواننا ونساوي صفوفنا حتى نصير إلى التنمية سيرا حثيثا بمدد الله سبحانه وتعالى حتى نكون ممن وصله من الله سبحانه وتعالى عندما نمسك بأيدينا جميعا ونساوي صفنا ونحسن أداءنا ونسير معا في تنمية وفي بركة وفي نور مع مدد الله سبحانه وتعالى وعونه يا رب اجعلنا دائما في محل مددك نسير نحو التنمية ونسير نحو فضلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا ودود